ماذا أفعل بزوجي دائما له علاقات مع نساء وأنا صابر على أمل أن يهديها الله عمره 43 سنة ماذا أفعل حتى بدأت صحتي بالتدهور وحالتي النفسية صعبة أخت أمت الله بارك الله فيك بالنسبة لك إذا كنت تشكين مجرد شك مثلا فاطرحي هذا الشك وإلهي عنه وهذا من الشيطان فما دام أنه ليس عندك دليل مجرد شكوك وظنون لا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولذلك يوجد كثير من الزوجات تبني بعض الأمور على الشك يعني الأمور تبني شيء هلامي مصدره شك نسأل الله العافية والسلام شيء كبير عفوا مصدره شك ما يصلح هذا تقول الله أنا متأقنة هو يخبرني أنا رأيت بنفسي رأيت بعيني تنصحين الذكرين بالله عز وجل إذا كانت العلاقات يعني تتجاوز الشيء الطبيعي يعني تقول الله يزني والعياذ بالله ويأتي بالنساء في بيته لا هذا لا يستحق أن تعيش مع مدام أنك امرأة صالحة ومحترمة ومتربية تربية الصحة لا ما يجوز أنك تصبرين أو تبقين على مثل هذا الأمر ولك الحق أن تبلغ السلطات يعني لك الحق الكامل لأن البيت الطاهر النقي ما يسمح بمثل هذه الممارسات الملوثة الشائنة فلك الحق تبلغين عليه ولك الحق أنك تطلبين الطلاق لأن هذا من أعظم الضرر هذا من أعظم الضرر إذا كنت متأكد أو متيقن هناك طبعا مراحل كثيرة تذكيره بالله تخوفه بالله يعني تمينين له مثلا يعني هل الآن كيف سمح لنفسه أن يعاشر النساء طيب يعني يسمح لك أنت مثلا إن شاء الله الفعل عنك بعيد وانت إنسان طيب لكن كمثال يضربه الإنسان مثلا من باب تأديب الآخرين يعني هل الآن لو لا قدر الله إن شاء الله الفعل بعيد أنت سويت علاقة ويسمع يعني عادي عنده المسألة ولا يحمر أنفه ويغضب طيب ليش يرضاها لنفسه ولا يرضاها لكي وليش يرضاها لنفسه ولا يرضاها لبناته يتق الله ويخاف الله هذه حرومات هذه عورات قد يكون هو الذي يسبب في إغراء هؤلاء النساء نسأل الله أن يهديه عمونا حتى الفعل ذكري خوفي بعض الكلام يمكن يؤثر ما لا يؤثر فيه قول اتق الله بعض الكلام يؤثر ما لا يؤثر في بعض الرجال طبعا تقول اتق الله ما يتق الله لما تعطيه مثل هذه المسائل تعطيه تقول لي يعني ترضاه لزوجتك ترضاه لبنتك ها هنا يستيق الضميرة الميت النبي عليه الصلاة والسلام جاء شاب إليه و النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في المسجد مع أصحابه مثل البدر حوله الكواكب فقال يا رسول الله اذلي بالزنا كلمة عظيمة فقام الصحابة قال دعوه دعوه فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام قربه إليه فخاطب وجدانه خاطب قلبه خاطب عقله هذا صحابي بعد الشاب هذا صحابي يسمع القرآن ينزل و كذا فقال أترضاه لأمك قال لا يا رسول الله قال كذلك الناس ما يرضون لأمهاتهم أترضاه لأختك قال لا يا رسول الله قال كذلك الناس ما يرضون لأخواتهم أترضاه لبنتك قال لا يا رسول الله أترضاه لعمتك لخالتك لا لا فوضع النبي عليه السلام يده على صدره و دعا له فما من شيء أبغض عليه من الزنا بعدما كان يقول له أنه يريد الزنا فأحيانا بعض الرجال يحتاج إلى مثل هذه الصدمات يحتاج إليه يرضاه لزوجته يرضاه لابنته لأمه لأخته كيف يرضاه مع الآخرين كيف يرضاه كيف سوّغ لنفسها فإذا والله بقي قلبه ميت وضميره مدفون لك الحق الكامل أخت الفاضلة في مفارقته ترجمة نانسي قنقر